قدم عضو الفريق الاقتصادي على قاسم استقالته من منصبه احتجاجا على التراجع عن قرارات البنك المركزية الأخيرة التي كانت تبحث عن انتشال الوضع الاقتصادي من الانهيار وانقاذه من ميليشيا الحوث الإرهابية وادت موافقة الحكومة على اتفاق أعلنه المبعوث الأممي ونص على إلغاء القرارات ضد عدد من البنوك إلى موجة استقالات بدأت من محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي تلاه وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح قبل انضمام عضو الفريق الاقتصادي على قاسم وكانت رئاسة الجمهورية أكدت أن مجلس القيادة الرئاسي رفض استقالة محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي منذ إعلان البنك المركزي عن البدء باتخاذ خطوات وإجراءات عملية لحماية النظام المالي والمصرفي والمبعوث الأممي غرومبرغ لم يهدأ له بال وهو الذي بعث برسالة يطالب فيها بإلغاء قرارات البنك المركزي محذرا فيها من أي نوع